السلام عليكم شابي بازينا إن شاء الله كام تكونوا بخير وإن شاء الله كام تكونوا على خير اليوم رح ندخلوا لسلسلة جديدة من سلسلة حصص القصيرة في مادة الهندسة الكهربائية وفي هذه السلسلة سوف نتطرق إلى تقويم المرأة رجماء عازينا ركزوا معي ملح في اسمال هذه السلسلة وشيح نديروا فيها رح نقسمها لكم ثلاث أجزاء مهمة الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث بنسبة الجزء الأول رح نديروا فيه طريقة رسم الإشارات أما الجزء الثاني رح نكتب فيه القوانين طريقة ذكية ومميزة أما الجزء الثالث وشيح نديروا فيه تمارين متنوع بنسبة رسم الإشارات رح نقسمها لكم جزئين أساسيين الجزء الأول وشيح نديروا فيه طريقة رسم الإشارات لتقويم أحادي النوبة مرأة أما الجزء الثاني رح نديروا فيه حصة 58 ورح نديروا فيه طريقة رسم الإشارات لتقويم ثنائي النوبة مرأة أما بالنسبة الملخص القوانين رح نديروا حصة واحدة راح تكون خفيفة الظريفة راح نديرو فيها ملخص القوانين تقويم وراح نشوف زوج قوانين فقط وباقي قوانين يستنجوهم طريقة ذكية. بالنسبة التمارين متنوعة راح نقص لكم جزئين اساسيين. الجزء الاول وش راح نديرو فيه. الجزء الاول راح نديرو فيه حصة 56 راح نديرو فيه تمارين اللي جات في البكالوريات من الفين وثمانية حتى الفين وثلاثة وعشرين. اما الحصة الاخيرة حصة واحد وستين راح نجاوب فيها على تمارين مركبة ومتنوعة نديرو فيها كل افكار. هاي اجمع فاصل وثم نواصل ونبدأ بحصة رقم سبعة وخمسين. اذا ننتلم ذي الاعزاء اول حاجة نسأل راحي السؤال ونقول ما هو التقويم. ما هي كلمة التقويم? وش نقصد كلمة التقويم? الاجابة بسيطة جدا. اذا تقويم ما هو? تقويم هو تحويل اشارة متنوبة. اش معتها متنوبة? فيها نوبة موجبة نوبة سالبة. نوبة موجبة نوبة سالبة. ولا نسميها اشارة ثنائية الاتجاه. هذه اشارة متنوبة لما نحولها. حولها الى اشارة في اتجاه واعد معنة النوبة ولو يدي اتجاه واعد. سواء اتجاه موجب فقط. ولا اتجاه سالب واحنا نعود دي ما نقدمه بالإتجاه الموجب. هذه الإتجاه الموجب والله إتجاه واحد نسميها إشارة مقاومة. إذا وش معتها كلمة مقاومة معتها تقلب الإشارة في إتجاه واحد في إتجاه موجب. بعدما عرفنا كلمة مقاومة جمعة ركزوا ما يمليح. إذن هذه الإشارة اللي أعطيتها لكم هذه نسميها إشارة متنوبة. لماذا؟ لأنه فيها نوبة موجبة وفيها نوبة سلبة. فيها نوبتين. إتجاه الأول والإتجاه الثاني. هذه الاشارة حاب نحولها في إاتجاه واحد حاب نقومها. مع أنت عندي احتمال عندي زوج احتمالات. احتمال اول. إذا هي اشارة متنوبة حاب نقلبها اشارة مقاومة. إذا نوبه الموجبة. شوف مع رأيهم له. نوبة الموجبة نخليها موجبة. والسلبة وش النتولة ننحذفها ونتخلص منها. إذا هذا التقويم موش نسميه اجماعة نسميه وطاقوم احادي النوبة. لماذا نسميه احادي النوبة? لأنه خلال دورتي شوف مع رأيهم له دورتي في زوج نوبة. نوبة موجبة، نوبة سلبة فالتقويم… نوبة موجبة فوتها والنوبة السلبة وجدت لا أهذفتها إذن خلال دورتي مرة نوبة واحدة إذن هذا التقويم موέλástي تصميمه تقويم أحادي النوبة إذن نكتب تقويم أحادي نوبة يوجد تقويم أفضل من هذا التقويم وهو ذو جودة عالية كما قمت لحظه هذا تقويم أحد النوبة النوبة السلبة كامل ضيعتها مع أنها جودة تعالي تقويم حتى تنقص والتقارحات تنقص وتياح ينقص وتوترح ينقص إذن كي نتقويم أفضل منه هذه النوبة السلبة لازمنا نصغلها ما نضيعهاش وما نبسحهاش إذن شوفوا معي هذه الإشارة متناوبة حاب نحولها إشارة مقاومة إذن واش نديره في هذه الحالة نديره التركيب واش يدير هذا التركيب هذه النوبة الموجبة يفوتها عادي بهذا الشكل والنوبة السلبة واش يديرها يعكسها ويقلبها نوبة موجبة ونستعملها هذه النوبة السلبة وما نضيعهاش. اذا هذا التقويم وش نسميه? هذا التقويم نسميه تقويم ثنائي النوبة. لماذا نسميه تقويم ثنائي النوبة? لماذا? لان خلال دور تي كده مرت النوبة مرت النوبة الموجبة ونوبة السلبة المعكوسة معتها مرت زوج نوبات. اذا هذا التقويم سميه تقويم ثنائي النوبة. هذا التقويم ثنائي النوبة افضل من تقويم احد النوبة لانه النوبة السلبة استغليتها ما ضيعتهاش. هذا بالنسبة لكلمة التقويم وهذا التقويم اللي انا ندرسه فيه كما كم تلاحظوا سمه تقويم غير مراقب اليوم راح ندخل لدرس جديد سميه تقويم المراقب هيا روحوا لي بعدها بنسبة السنة الثانية جماعة درستم تقويم غير مراقب ودرستم ثنائية الديود ولا ثنائي المساري دي هذا ثنائي المساري فيه قطبين وكامل طعفه رمز تاعه رمز تاعه راح يكون على شكل مثلث هذا الديود فيه قطبين القطب الاول نسميه المسار آنود وقطب الثاني يسمي الاهام بعض كاة where اما بنسبة حصة لديم يا جماعة راح ندرس عنصر جديد هذا العنصر الجديد كما كم تلاحظوا فيه قطب فيه ثلاثة اقطب مشي كما ديود هذا العنصر واشي يسميه والمقداح والله واشي يسميه وسمر تير استور إذن لو كانو راح نشوف تاعي peninsula يشبه لديود إذا مش شاكم تلاحظوا فيه المسار آنود كما ديود وفيه المهيبة كما ديود اللي وكاته مي فيه مدخل الثالث. هذا المدخل الثالث يسمو قاشات ولا يسمو قيت ولا يسمو مدخل البوابة وهذا المدخل يخدم بالنبضات التيار. اذا وش نلاحظوا? لاحظوا باللي العنصر الكهربائي الجديد تيري ستور ولا المقتاح لما يشبه يشبه ديوت مي الفرق مبيناتهم هو فرق بسيط هو المدخل الثالث وهذا اللي راح نخدمو به بزه 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 بزه. اذا نجمع عبا نفهم مليح هذا تيري ستور وش واضيفا تاعو? لازم لدي سنتور واحد التجارب ااذا اول تجربة رح نس hacerlo هي استقطاب العكسي. لحن نجيبhan الديود نرهف في استقطاب العكسي ونجيبhan tell store يمكن استقطاب العكسي. عكس الاستلاح الموجه يحدث عن أن نذهبS Y catsiti نقل في استقطاب العكسي. هيا جمعنا نضغط القاطعة ونشوف هل يتههج المصباح أم لا. شوف معا يمله. إذا نغلقت القاطعة مصباح ما توهج. نفتح القاطعة مصباح ما يتههج. إذا ما نقول في هذه الحالة. نقول الديود كيعد في استقطاب العكسي ما يمرش الطيار ويكافئ قاطعة مفتوحة. هذا بنسبة الديود وهذه المعلومة تعرفها من قبل السنة الثانية. هيا نروح ونشوفه تيري ستار. إذا تيري ستار في الاستقطاب العكسي مو ثلاثة يكون عكس اتجاه الاستطلاح للطيار. قاطعة مفتوحة مصباح منطفة. لو كان نغلق القاطعة كذلك مصباح منطفة. إذا مش نقول تيري ستار. تيري ستار يعد في استقطاب العكسي ويكافئ قاطعة مفتوحة ما يمرش الطيار معانتها. تيري ستار وديود في الاستقطاب العكسي كيف كيف. إذا مش نقول تيري ستار يشبه لديود في الاستقطاب العكسي ما كان حتى اختلاف فقد أ Firma Psi ساحقة كيفية اكتبه وفتوحة نقول لكم أفعل أن المقطع في الاستقطاب بك top بقي أكتبه تيري استرéis والديود كيفية بعد البداية يوجد الاسطلاب المباشر نجοιب الديود نركب him في الاستقطاب المباشر ونجيبه تيري ستور نركبه في الاستقطاب المباشر نبدأ بالديود أيضا، الديود أشبهchi في الاستقطاب المباشر كيف نعرف أيضا هستقباب المباشر يجب البيت يوافق البيت يرفق البيت estamos på تيار. انا هنا وشو نقلو ديود اروه في الاستقطاب المباشر. اذا لو كان نخلق قاطعة مفتوحة المصباح منطفئ. لو كان نغلق القاطعة اجماعة وش راكم تلاحظو. طبق التوتر موجب على قاعدة الديود. و الديود هنا في الاستقطاب المباشر. وش يكافي? يكافي قاطعة مغلقة وممرر للتيار. اذا وش نقلوو في هذه الحالة؟ لا نقلوو ديود يدير في الاستقطاب المباشر وتعطي له توتر موجب اكبر توتر العتبة او يكافي قاطعة مغلقة ويمررتها كما كما تلاحظو هنا مصباح متوهش. هذا بنسبة لواش? بنسبة لديود. اروح نجربو تيرستور. هيا شمع. قاطعة مفتوحة مصباح منطفئ. شوفوا لك نغلق القاطعة. اذا طبقت توتر موجب على طرفي المقده. موشاكم تلاحظو مصباح منطفئ. اذا كان اشكالية. اذا ديود استقطاب مباشر. يكافي قاطعة مغلقة. مي تيرستور. اعطيت له توتر موجب واستقطاب مباشر. مي مصباح متوهش. اذا مش مقولو قاطعة مفتوحة. اذا وش هو المشكل في هذه الحالة? اذا المشكل هو هو المدخل الثالث. اذا مدخل الثالث عنده اهمية كبيرة بنسبة تيرستور. لو كان ما تمدلوش نبضة على التيار. لو كان تيرستور ما يمرش التيار. بهنا فهم مليح من الهجمعة. واش لازم نديرو? نزيدو مدخل الثالث هذا. ونغذيه بالتيار. اذا ما نديرو في هذه الحالة? نجيب تيار اي جي. وهذا تيار نديرو على شكل نبضات. مع انت هنا نجيبو الثاغيطة ونربطوها بالمدخل الثالث. وهنا نديرو الثاغيطة. وبعدها نجربو ونشوفو اسكو تيرستور ممارا او ممارا. جماعة شوف معيوش نديرو. لو كان ما نمدش النبضة. اذا ما نقولوا تيرستور؟ طبقت عليه توتر موجب. وما نديروش النبضة. ما نديروش قدحة. اذا مصباح وشي هو? اذا مصباح منطفئ. اذا هنا تيرستور يمثل قاطعة مفتوحة. بس احركز زمعا يمليح لو كان نغلق القاطعة هذه. وشاكم تلاحظوا? مصباح متواحش. اذا وكتيت وهاج المصباح. وكتيت تيرستور ولي ممرر. لازم تطبق عليه شرطين اسيسي. الشرط الاول لازم تيرستور هذا يكون في استطاب المباشر. والشرط الثاني لازم تبدلو تياك كهربائي. هذا تيار على شكل نبضة طبقها على البوبة انتعو. شوف اجمع لكم نفتح القاطعة هنا يا. شوف معي. مسراء والو. وهنا مقام مقدح ممرر. اذا المقدح به مرر لازم يكون في استطاب مباشر. وتمدلو نبضة فقط. اذا نجمع لكم نفتح القاطعة في هذا الشكل. اذا المصباح منطفئ. لماذا منطفئ? لانه شرط الاول غير محقق. لانه اعطيت له توتر زير الفوت. وشرط الثاني ما اعطيت لهش قطحة. تخيلوا لو كان مثلا مدلو نبضة هنا. ها. هنا المقدح غير ممرر. لماذا? لانه صح. اعطيت له قطحة من شرط الثاني ما حققتولوش. اذا المقدح به يكون ممرر لازم نتحقق له هذو شرطين في آل واحد. شرط الاول تمدلو قطحة. وشرط الثاني تمدلو توتر موجبه يكون ممرر. هذا هو المقدح يشبه نوعا ما. يشبه الترانزيستور. مما شبه لهش بزر 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 بزر. وبعد نفهمه كيف يخدم له. رح نرسمه لاشارات. اذا نجمعه. وش نقوله في هذه الحالة؟ نقوله باللي مقدح. في الاستقطاب العكسي يكافي قطعة مفتوحة. ما تهمنيش نبضة ولا قطحة. احتمال الثاني. وش نقوله? المقدح في استقطاب مباشر بدون القطح ولا بدون نبضة التيار. يكافي كذلك قطعة مفتوحة. اذا المقدح وكتهي مرر. المقدح يمرر لازم تحقق له شرطان. اذا وش نقوله? المقدح في استقطاب مباشر مع القطح يكافي قطعة مغلقة. تحبوا يكون قطعة مغلقة ويمرتية لازم تحقق له شرطين. شرط الاول تمدلو توتر موجب. طبق على بين طرفي توتر موجب. والشرط الثاني تمدلو نبضة كافية للتمري. هذا هو المقدح. هاي جمعه زينا بهنفه مليح مليح. رح ندكم هذا المثال ورح يقلبكم مقداح بسبوس. رح يقلبكم سهل سهل ومنكم شح تنسوا طول حياتكم ان شاء الله. اذا هذي اشارة وش هي هي اشارة متنعوبة. وهذه اشارة تاع المقدح. رح نبدلو فيها ونشوف وش هي حيصار لها. وش هو الهدف وشنا حاب نخرجه? حاب نخرجه الاشارة بين طرفي المصبح. ولمصبح وش نسميه ونسميه الحمولة. هذا والهدف تعنا. يعني في البكالون ديما نعود وخرجه توتر الجديد بين طرفي الحمولة. هنسميه اشارة مقاومة ومورقابة. والله هنسميه متحكم فيها. بها نفهم هذا التركيب يا جماعة. رح ندكم هذا العنصر الجديد. كما كنتلاحظوا هذا العنصر هو عبارة عن قناصة. اذا القناصة مبدأ عملتها لمن يشبه يشبه المقداح. بها تفهموني ركزهم عيم له. مجرد مجرد شوفوا المقداح تخيل القناص. اذا القناصة جماعة. هذه هي قناصة. القناصة Playstation يشوى وظيفتها يطلق من نار نحو الهدف. اذا القناصة وش لازم لك? لازم لجيبها رصاصة واحدة. هذه الرصاصة عندها احتمالين عندها اتجاه سواء تركبها في اعتجاه موجب ولا تركبها في اتجاه السعادة وبالوكن تركبها اتجاه السعادة بمعنها قناصة وthm شوف هذا لا احتمالين هيا جمعوا ما شم قول. غيرك زمع امليه. اذا ما شم قوله. هذه القنصة عندها احتمال القادرين إذن الاحتمال ان يعودوا K-ISAM شباب كونه ما هو؟ احتمال الرصاص في الاستقطاب المباشر لا توجد رصاص بالأخير brick. نقول القناصة تبقى حاجزة رصاصة لأن القناصة وقتها تمرر رصاصة لازم اول حاجة رصاصة تركبها في اتجاه موجب والثاني حاجة لازم تضغط على الزينات اذا هنا ما ضغطتش على الزينات اذا نقول رصاصة تبقى محجوزة في الزينات هذا واشي هو الاحتمال اول الاحتمال الثاني اجماعة واشي هو احتمال الثاني رصاصة راح نديره في استضاب مباشر بهذا الشكل واشي هنديره راح نديره اذا بالاطلاق راح نضغطه على الزينات اذا اركبه رصاصة بهذا الشكل شو شا حندير اركزه معي ملاح عيوه لو كان نضغط على الزينات واشي هسر جمعه واشي هسر شو شه هسر اذا هنا القناصة في حالة التمرير اذا رصاصة هذين ونحط روح راح تروح لهدف وتولي مشي محجوزة في القناصة اذا مره لوش كانت رصاصة كانت محجوزة في القناصة بالصح كي طبقت شرطين وشي ما شرطين الرصاصة في إتيجة موجب وضغطت على الزينات إذن الرصاصة لمنح تروح راح تروح للهدف راح تروح للحمولة إذن وش نقوله في هذه الحالة القناصة هنا في حالة التمرير ورصاصة انتقلت من القناصة إلى الهدف ورصاصة راح توصلت الهدف ومبقاتش محجوزة في القناصة إذن احتمال ثاني ولي نحتاجه بزرحنا إذن احتمال ثاني ماذا نكتب الرصاصة تذهب للهدف أما احتمال الثلاثة جمعة وشي هو أن الرصاصة في استقطاع بالعكس وسواء يوجد أمر إطلاق أو لا يوجد وش راكم لك أن الرصاصة نعكسها بهذا الشكل وعكستها عكس القناصة ونركبه في القناصة ونبدأ نضغط وش راكم تلاحظه ميسرة وال إذن ميسرة وال لماذا؟ لأن القناصة مطبقة لا شرطين أساسيا الرصاصة مدتش إتجاه الموجب وشارطة ثانية سواء نضغط الثلاثة أو ما ضغطتش ميسرة والولي لأنه الرصاصة في إتجاه العكسي إذن هنا وش نكتبه؟ إذا وش نكتبه؟ أوكي نكتبه الرصاصة تبقى محجوزة إذن هنا قناصه وش دير؟ نقوله قناصة غير ممررة وقناصه وش دير الرصاصة هذي كحزتها ما خلتها تشتروح للهدف إذن هذو ثلاثة احتمال ثلاثة جماعة موجودين في تيريستور موجودين في المقداح إذن نرقز معي مني حارة نطبق هذه الثلاثة احتمالات إذن هذه هي الإشارة المتنوبة بين طرفي المقداح قسمتها ثلاثة احتمالات احتمال أول وش يكون؟ هذه الألفة جماعةكم شوفوا هذه الألفة هذه الإذن هذه القدحة هذه النبلة تعطيها هذه هي المدلة أوتوليزاسيو بل مقداح هيمرر النوبة إذن وش نكتبه؟ في المجال الأول هنوش نكتبه مقداح متوقف لماذا؟ لأنه عطيت له النوبة الموجبة ميمزة ما أعطيت له الألف 2004 إذن بالقدح أما احتمال الثاني المقدحة أحطيت له النوبة الموجبة شرط لتلو المحقق والألفا هي الإذن شرط الثاني محقق إذن هنا المقدحة شو نقولوا عليهم؟ ممارئة أما احتمال الثالث هنا المقدحة أحطيت له نوبة سالبة نوبة معكوسة كيف ما رصصا معكوسة؟ إذن سواء نمد النبضة أو لا مدلش النبضة هنا المقدحة سيكون متوقف لأنه أعطيت له نوبا ساليبا وكأنه يكون فيه استقطاب العكسي إذن نكمله رسم بتاعنا إذن المصباح رنقسمه ثث أزداء لأنه هنا عندي ثث احتمالات هيا نبدأ بالاحتمال الأول الاحتمال الأول وش يوجمعه نوبا موجبة عندي ها وراء هنا طبقت نوبا موجبة على المقضاح مي لا توجد القدح من زي ما وصلت زاوية القدح ألفا إذن هنا المقضاح وش يكافئ يكافئ قاطحها مفتوحة وهنا وش يكون متوقف هنا المقضاح كيعد متوقف شيدير نوبا يحجزها إذن هذا الجزء الصغير من النوبا يبقى محجوز بالنسبة للمقضاح والمصباح ما يتوحش لماذا لأنه هذا الجزء من النوبا حجزها هذا بنسبة لإحتمال الأول إذن هنا توطرش يوصل للمقضاح إذن توطر هنا يستوي السفر هذا بنسبة لإحتمال الأول إذن شنقوله جزء من النوبا يبقى محجوز لأنه هذا المقضاح محققت الشرطين هم في آن واحد محققتهم شمع بعد. رحوا لإحتمال ثاني. إذا المقدح نقربه غير ممرر. احتمال الثاني هو جمع. احتمال الثاني هو. مقدر نعطي لعبه نوبة موجبه بهذا الشكل. ونزيد له نوبة الطيار. والله نسميها القدحة. توجد القدحة على الزناد. إذا نواجر القدحة مع الذي نغلقه القاطعة هذي. كنا القاطع هذي يجمع. واشتاك ما تلاحظو. المقدر حققت له الشرط الأول عطيت له نوبة موجبه. وحققت له الشرط الثاني أعطيت له النبضة إذن في هذه الحالة ميقضحه شو يكافئ يكافئ قاطعة مغلقة إذن هذا الجزء المتبقي من النوبة جمع بما أنه هنا ممر هذا الجزء المتبقي وين يروح يروح للحمولة كما كنت لحظه في الحالة الابتدائية حجز هذه النوبة بس كما تحققه الشرطين أما الجزء الثاني نوبة موجبة وشرط القدح موجود إذن النوبة هذه اللي من يبعثها يبعثها للمصباح إذن المصباح ولا تعنده النوبة والميقضاح ولا يساوي زير فورت مع أنت محجزت النوبة إذن هنا في هذه الحالة وشي حيصير المصباح راح يتوهج وتود دارة تصبح دارة مغلقة لأنه ميقضح يكافئ قاطعة مغلقة إذن وش نكتبه هنا يا وش نكتبه الجزء المتبقي من النوبة يصل للحمولة لأنه طبقت شرطين وهنا النوبة جمعة حتكون على الشكل وهنا تير قدحة جمعة حيكون على الشكل النوبة مجرد مدل إذن فقط هذا بالنسبة لإحتمال رقم 2 إذا وش نكتبه هنا مقضاح ممرر بسكو حقق الشرط الأول توتر موجب والشرط الثاني وشي هو إذن بالقدح هاي روحوا لإحتمال الثالث إحتمال الثلاث وشي هو جمعة النوبة السالبة هنا المقضاح توصل للنوبة السالبة مع أنتها ما طبقت شرط الشرط الأول لو كان ندير قدحة هنا ألفا ونزيد ناسم قدحة مع أنتها حتى الدور كما لقناصها أعطيت لها أرصاصها في الاستقطاب العكس سواء تضغط على نزينة أو ما تضغط ميسر أو أولو والنوبة والرصاصة والقناصة وشدير في هذه الحالة تحجز الرصاص كما هنا تيرستور أعطيت لها نوبة سالبة ما تحق الشرط والشح يدير أحي يحجز نوبة سالبة عنده وهنا الحمولة يوصلها زيرو فور إذا ما شو نقول في هذه الحالة المقضاح غير ممرر هذة هما ثلاث احتمالات بالنسبة تيرستور إذا تيرستور كيف عنده احتمال تمدلوا نوبة موجبة وتمدلوا ش قدح رح يكون مانع تمدلوا نوبة موجبة وتمدلوا إذا مقضح رح يكون ممرر نوبة هذه كتروح للمصباح والإحتمال الثلاث تمدلوا نوبة سالبة سواء كان قدحة أو ما كاش قدحة رح يكون كذلك مانع ويحجز نوبة سالبة هيا جمع زينة هذه الرصمة نعود ونظمهم إذن هذه الإشارة هي إشارة الدخول هذه إشارة متناوبة اللي حاب نقومها وهذه الإشارة هي الإشارة المقاومة لوصلة المصباح وش ولت ولت إشارة في إتيجاه إشارة مقاومة متحكم فيها نقدر نزده ونقصه فيها أما إشارة الثلاثة هي إشارة المقداح إذن نكتبه إذن إشارة المتناوبة عادة نعود رمز لها فيليتي وش نسميها إشارة المنبع ولا نسميها إشارة المتناوبة أما إشارة التي توصل الحمولة وش نسميها إيرتي عادة رمز لها إيرتي وش نسميها توتر الحمولة ولا نسميها إشارة المقاومة المتحكم فيها أما مخطط الثالث فيتياش وهو توطر بين طرفي المقداح وش نسميه توطر المقداح وكما كنتلاحظوا جماعة لو كانت تجمع وتوتر المقداح وتوتر الحمولة وشح تليل توطر المم egal إذن خلال الدورتي دورتي فش فيه نعبة موجبة نعبة سالبة خلال الدورتي مش مرة مرة نعبة واحدة هو مرة نعبة واحدة تقويم احادي نعبة وزيد النعبة هذه الحدد نلاحظ بالنعبة من جزء من النعبة إذن هذا التقويم متحكم فيه وليام مرق إذن هذا التقويم كامل وش نسميه تقويم أحادي النوبة متحكم فيه لماذا سميه متحكم فيه انتلاقا من تيريستور كل من زيد زاوية القدح ولا نقص زاوية القدح تتغير هذه النوبة تزيد ولا تنقص هذا بنسبة مبدأ التيريستور إن شاء الله وصلتكم فكرة إذن تقويم هذا وش نسميه تقويم أحادي النوبة لأنه خلال الدور مرت نوبة واحدة مسميه متحكم فيه ولا مراقب لأنه لأنه هذه النوبة قادر نزيده فيها وقادر نقص فيها عن طريق زاوية القدح ولا نبضة القدح من بعد جماعة زيناء أعطيتكم هذا المثال هذا المثال حب جاوبوني في التعليقات وقولوا يش راني نقصد بالقنص القنص وش هنقصد بها جماعة القنص وش هنقصد بها نقصد بها الثانوية هنسألكم سؤال بعد جاوبون عليه في التعليقات إذن القنص وش هنقصد نقصد بها الثانوية والهدف رح نقصد به الجامعة وشا هندير انا هنصوب نحو الهدف ركزوا معي إذن كما تلاحظوا هذا هو الهدف تخلي حتى تكون القناصة نحو الهدف ولازم رصصها تكون في ايتيجة الموجب ومبعدها نضغط ومبعدها سدد نحو الهدف إذن لو كان سألكم سؤال وش نقصد بالقناصة القناصة هي الثانوية والهدف هو الجامعة مي رصصها وش نقصد بها والزينات وش نقصد به اكتبوا لي في التعليقات إذن رصصها وش نقصد بها هو انتايا تاكا شخص الهدف هو نقصد به الجامعة والقناصة نقصد بها الثانوية مي مي وش نقصد بالزينات لحظة الانطلاق وش نقصد بها إن شاء الله كم تجاوبوني بإذن الله هذا بنسبة تيري ستور هنا كما نجمع مبدأ عمل تيري ستور روح نتعلم كيف نكملوا إشارات تقويم أحد النوبة متحكم فيه تلاميذ الأعزاء بما أنه حصة عليهم رح ندرس فيها تقويم أحد النوبة مراقب مع أنت رح نرسم إشارات تقويم أحد النوبة مراقب إذن أول حاجة أجمعها لنشي حمد لك قالت جيك أسئلة في البكرة رح يأكيد رح يمد لك إشارة المتنوبة قالت جيك السؤال يقول لك أكمل توطف بين طرفي الحمولة واللي هي حتكون إشارة مقاومة قال يجيك سؤال وش يقول لك أكمل تيار بين طرفي الحمولة قال يجيك سؤال يقول لك أكمل تيار بين طرفي المقده وقال يجيك سؤال أكمل توطف بين طرفي المقده وبالطبع رح يمد لك إشارة تعال نبضات ويمد لك الزاوية نتاحو كما هنا زاوية نسميها زاوية ألفة إذن أجمعنا نرسمه منكم كامل وأنتم ما cultura يجيكم أسئلة تعامل إشارة وأتشتغل إشارة كامل وبعدها أنقلوا غير الإشارات التي يطلبهم منكم في السؤال تلاميذ الأعزاء سيفوكم نتفرر ومش معتها VLT, ERLT إلى آخره هاين نتبه VLT تمثل إشارة توطوب بين الطرفي المنبع ولا نسميه إشارة متنعبة ERT تمثل إشارة توطوب بين طرفي الحمولة ERT تمثل إشارة التيار بين طرفي الحمولة VTH تمثل إشارة توطوب بين طرفي المقداح EGLT تمثل إشارة تيار مطبقة على زيناد المقض والأوميجا ماذا تساوي النبض نحتاجه النبض بهذه الحصة والتي وش هي هي دور النبضات التحكم والالفا اللي نحتاجها بزاف اللي هي هي الإذن هي هي زاوية تأخر القدح والالفا جماعة راح ديما تكون محصورة أكبر أو يساوي من صفر وأقل تماما من بي يعني زاوية القدح على محصورة ما بين صفر درجة حتى 280 درجة هاي جماعة نكمل رسم الإشارة أول حاجة وش نديرو ونلقو نهيات النوبة نديرو إسقاط على كل منحنة إذن هذه الأولى نديرو إسقاط حتى نوصله آخر منحنة نوبة ثانية نوبة ثالثة نوبة ربعة وين تكون نوبة تسوي زيرا فورت نديرو إسقاط هذه أول حاجة ثاني حاجة وين نلقو قدحة جماعة وين نلقو نبضة في الميديات نديرو كذلك إسقاط على كل منحنيات بالطريقة العكسية بهذا الشيء بلون الأصفر هذي وهذي إذن هنا عندي نوبة الموجبة درجة قدحة النوبة السالبة لا مديروش قدحة جماعة ولا مديروش نبضة في النوبة السالبة لأن الشرطة الثانية ما تحققش مقدح بيكون ممرر وش لازم يكون يكون في إسقاط مباشر أوكي هذا بنسبة للإسقاطات ثاني حاجة كيف نكمل المخططات الزمنية رح نمدكم واحد الاستراتيجية تبعوها ثانية حاجة جماعة الرح نكمله الإشارات بعد ذلك أخبره إشارات أتيتكم تركيب هذا هو التركيب وأيسميوه تقويم أحادي النوبة بس كو كان غير تيري ستور واحد متحكم فيه لأنه كان ثنتية تيري ستور لو كان لقيت الديوت فقط هنايا وش نقل نسميوه تقويم أحادي النوبة غير مراغب ولا غير متحكم فيه مجرد أنه تلقي ثنتى أي ت político متحكم ولا مراغب إذن هذا التقويم من تقويم أحادي النوبة متحكم فيه هي الجماعة what we need to do? What I need? we need A and Bustch Kim. I'll know the Tanquita as they are. So as fetours as the Tanque, as he was humming again, the Tanque'll A וא� to B and as itt Wilson as they're walking again at A. So what do we need to use? Ne 가운데 сумExaient fromni for T and A information, from A to B. And what does the Tanque mean? She signals the TanqueC для B and the Tanque Peroいます. Therefore, how do the Tanque march from B to A? So Wie men see on the Tanque me then from A to B. So when were they hung even in A? باتية يمشي من A الى B وهنا تيرستور في استقطاب مباشر ولل في النوبة السريباتية يمشي من B الى A هنا تيرستور في استقطاب العكس وهنا يكافى قاطعة مفتوحة جماعة زينا بنكملوا هذه الرسومات لازم نتبعوا استراتيجية لازم تكون منظمة في التخمام بتاعك إذا كيف نكملوا الإشارات كي يعطي لك كل إشارات أول حاجة استراتيجية ترسم إشارة تقويم أحد النوبة مراقب أول حاجة أرسم إشارات المساعدة بقلم الرصاص ثاني حاجة ابدأ بالمقداح اللي يشبهناها القنصة بس كل مقداح هو يحجز النوبة يخليها تفوت للحمول ثالثا ترسم التوتب بين الطرفي الحمولة بعد ما تعرف المقداح هل هو ممر أم لا رابعا بعد ما تكمل توتب بين الطرفي المقداح وتوتب بين الطرفي الحمولة رابعا أرسم تيار بين الطرفي الحمولة وهذا حيكون بسيط جدا على هذه خليناه وآخر حاجة وخامسا ترسم تيار بين طرفي المقداح ورح نعطيكم طريقة بسيطة جدا ونحجبه كل شيء بكل بساطة بتفهموا كل شيء رح نمدكم كل شيء بتفصيل إذا نقولنا في الاستراتيجية أول حاجة رسم الإشارات المساعدة وشمعتها إشارة مساعدة هذه الإشارة عاود أرسمها على كل إشارات أرسمها بخط متقطع بقلم الرصاص بنفس الارتفاع بنفس الطور بنفس الدور نرسموها بنسبة لتيار اير تي زيدو نعود نرسموها بنسبة اي تي رستور ونزيدو نعودو نرسموها بتوتر بين طرفي المقداح هذه الإشارة مساعدة ما تخليكش تغلط ما تخليكش تعكس النوبة هذه أول حاجة ثاني حاجة رح نرسمو توتر بين طرفي المقداح إذا هذه الإشارة متناوبة نحن هبطها كما راهي ونبدأو نغيرو فيها ونديرو الاحتمالات وكتيه يكون محجوز وكتيه يكون ممرضة محجز يحجز النوبة الممرضة وش يدير النوبة يمررها للحمول هيا تلميذي الأعزاء نبدأ وعطيتكم الألوان هذو حيساعدكم بزف إذن هذا المجل اللوني بلون البنستاجي شوفوا معامله هنا شرط لون محقق نوبة موجبة مهنة مكاش القدحة القدحة اللي هي هذه اللي هي النبضة اللون الأخضر إذا هنا وش نقوله مقداح شرط الأول كين نوبة الموجبة تحقق شرط الثاني شرط الثاني ما تحقتش القدحة إذا هنا وش نقوله مقداح نكتبوه هنا مقداح متوقف نزيد ونعطيكم مجل اللون الأخضر مجل اللون الأخضر وش راكم تلاحظوا نوبة الموجبة شرط لون محقق والقدحة كين والمكاش الإذن كين إذا هنا وش نقوله مقداح هنا المقداح ممارع يكافئ قاطعة مغلقة روحوا لبعدها بلون الأزرق هذا المجل بلون الأزرق إذن عندي نوبة سالبة إذن هنا متحقق للشرط لون سواء كين قدحة ولا مكاش هنا المقداح شي يكون متوقف لأنه عطيت له توتر سالب هنا نقوله مقداح متوقف ويكافئ قاطعة مفتوح وبعدها كين نكملوا هنا هنا هيحدث التكرع نعود نعطيكم مجل بلون بنفس جي إذن شرط الأول نوبة موجبة محققة من مكاش القدحة القدحة هي ألفا زاوية تأخر قدح هنا وش نكتبون مقداح متوقف روحوا لبعدها المجل اللون الأخضر هنا عندي نبضة موجبة شرط لون محقق وهنا القدحة موجودة شرط ثاني محقق إذن هنا وش نقوله مقداح مبارع روحوا لبعدها بلون الأزرق هذا المجل بلون الأزرق كما كنتلاحظون نوبة سالبة معناتها المقداح تطبقت عليه توتر سالبة هنا هيكون غير ممارسة سواء كان قدحة أو لا مكاش هذه ما نديروش قدحات في النوبات سالبة إذن هنا ماذا نكتب؟ نكتب المقداح متوقف من بعدها روحوا لإشارة التوتر هذه نبدأ ونجزئها النوبة الموجبة هذه فيها احتمالين نوبة كين جزء موجب مكاش فيها القدح وكين جزء موجب فيها القدح بعدها نديروش نقسمون نوبات الموجبة إذا نقبل القدح وبعد القدح يشكون يحدد دهلي هذه النبضة إذا هنا وش نرسموه هذا الخط ونقسموه هذه النوبة بنفس الطريقة روحوا هذه النوبة الموجبة كين القدحة نزيدوه نقسموها بهذا الشكل أوكي من بعدها نطبقو نظريتها أواش تعالق الناصة إذن هاي نبدأ وش مع شوفوا معي مليه نبدأ في جزء الأول الجزء الأول وش عندي؟ نوبة الموجبة أشياء طلغة المحاقة مي مكاش القدحة إذا هنا المقداح وش يكون يكافئ قاطعة مفتوحة مع أنت وش يدير يحجز النوبة كما لقناصة تمدلها أرصاصها في إيتيجاه موجب وما تضغطش على الزينات أرصاصها وش يدير القناص وش يدير في ذي الحالة أرصاصها تحجزها وارصاصها ما تروحش للهدف بازدو تفهموها نعطيها لكم حركية هنا إذا هنا نوبة الموجبة وش معنتها؟ المقدح في استقطاب المباشر مي ما عطيتش النوبة هنا ما عطيتش القدحة إذا المقدح ماذا يمثل قاطرة مفتوحة ويحجز النوبة وهنا النوبة مستحيل يوصلها التيار إذا هنا وش نقوله؟ نقوله هنا تيارش يسوي يسوي صفر لأنه مقدح راهو حاجز راهو قاطعة مفتوحة هذا الاحتمال الأول رحوا الاحتمال الثاني هو الاحتمال اللي مرز إذا وش عندي عندي نوبة موجبة وعندي قدحة شارطة لول محقق وشرط الثاني موحق هروح نشوف هنا يجمع إذن هنا مديت النبضة وهنا مديت التوتر موجب مع أنتها المقداح في استقطاب المباشر شرطين في زوج متحقين إذن هنا المقداح يمرر تيار للحمولة Air إذن في هذه الحالة وشو نقوله المقداح ماذا يمثل مدام وصل تيار للحمولة مع أنتها يمثل قاطعة مفتوحة مع أنتها هذا الجزء المتبقي من النوبة الموشح يحجزه لمن يبعثه شوفوا معي لمن يديه يديه للحمولة مع أنتها ELT يوصلها التوتر شتور الحالة الابتداء يحجز النوبة جزء النوبة وحالة ثانية الجزء المتبقي من النوبة بعثه للحمولة هذا بنسبة لحالة الثانية رحوا لحالة الثالثة وهذه حالة واضحة هنا وش عندي؟ عندي نوبة سريبة مع أنتها التيار راح يتعكس يتعكس تيار يولي مقداح في استقطاب العكس وهذه تعرفها إذن المقداح يكافى قاطعة مفتوحة ويحجز هذه النوبة إذن هذه النوبة تبقى بنسبة المقداح والحمولة يوصلها 0-4 بعدك نكملوا هذا الدور أجمع الإشارة تتكرر إذن وش نديره؟ نزيله نعاوده هنا وش عندي؟ عندي نوبة موجبة ومكاش القدح إذن هنا مقداح طبقت عليه توتر موجب وممذيت له القدح إذن هذا الجزء من النوبة يحجز المقداح والحمولة يوصلها 0-4 رحوا لي بعدها لي بعدها المقداح طبقت عليه توتر موجب حققت له الشرطة الأول وعطيت له لإذن إذن مقداح أعطيت له توتر موجب استقطاب مباشر وعطيت له النبضة كافية إذن هنا المقداح وش يولي قاطعة مغلقة والتيار يوصل للحمولة إذن هذا الجزء متبقي جماعة بما أنه مقداح ممرر هذا الجزء متبقي لمن يروح للحمولة أوكي وآخر حاجة النوبة السالبة وش هيكون جماعة؟ هحيكون مقداح في استقطاب العكسي سواء كان قدحة ولا ما كاش قدحة موش هي مرر إذن هنا الحمولة ما يوصلها شتيار إذن تيار وشي سيزير الضوط وهنا المقداح وش يدير يحجز النوبة السالبة هنا جماعة كما أنه توتر بين طرفين المقداح وتوتر بين طرفين الحمولة وباتعرفوا بليراك مصحح ولا غالطين أجمعوا لي توتر تاعة الحمولة مع توتر المقداح وش حتى اليو توتر الدخول ها وكما كنتلاحظوا جماعة إشارة وش ولت ولت إشارة مقاومة ها نوبة مجابا كينا سلبة ما كانش خلاص إذن وإشارة مقاومة وكما كنتلاحظوا النوبة هذي جزء فات منها جزء إذن وش نسميه تقويم وحادي النوبة متحكم فيه هذا بنسبة بنسبة التوتر بين الطرفين المقداح فيتياش وتوتر بين الطرفين الحمولة في الاستراتيجية بعدما كملنا هذو وش نخدمه نخدمه إشارة التيار هذه أسهل حاجة إذن وش نقوله في هذه الحالة التيار على التوتر مع التوتر لماذا؟ لأن الحمولة المقاومة أنتم في المنهاج تقرأوا الحمولات المقاومة في السنة الثانية درستوا أي حمولة مقاومة التيار والتوتر رح يكونوا على التوتر ومع أنت التيار يتبع مسار تاعة التوتر رح يكون على التوتر إذن وش ندير في هذه شتو هذا الجزء نوبة نرسمه كمارا كوبي كولي بهذا الشكل نوبة سالبة ما كانش نوبة الموجبة زينا نعاون نرسمه كوبي كولي إذن تيار وش يتبع التوتر وهذه ديما صحيحة لأن حمولة اللي هكم تدوصوا فيها حمولة مقاومة إذن هذا هو شرط الثالث في الاستراتيجية إذن مرة لولا خدمنا توتر بين طرفي المقداح وتوتر بين طرفي الحمولة بعد ما كملنا خدمنا التيار خدمنا إشارة التيار بين طرفي الحمول رحوا لي بعدها اللي هي إشارة تيار بين طرفي المقداح وش نكتبه أكتب هنا المقداح والمقاومة على التسلسل كما كنتلاحظ المقداح والمقاومة على التسلسل بما أن مقاومة مقداح على التسلسل حي مرعا لهم نفس التيار إذن تيار اللي يمر عبر المقاومة هو نفسه تيار تاعة المقداح إذن هذه الإشارة أرسمها كم ما رحي بالنسبة بين طرفي المقداح إذن هذه النبضة موجبة جزء منها أعتصمه كما هو سلبة مكاش جزء من النبضة موجبة ترسمها وسلبة مكاش وكينا ملاحظة أخرج مع بالنسبة المقداح تيار وتوتر رح يكونوا عكس بعضها إذا كان مقداح مانع وش معناته يحجز النوبة إذا المقداح وش يكون قطعة مفتوح معناتها ميمرش تيار ها سفر إذا كان مقداح قطعة مغلقة معناتها وش معناته ممرر معناتها النوبة هذه مررها المقداح صحيح النوبة السالبة هنا يكون مانع قطعة مفتوحة تيار وش يكون بين الطرف المقداح يسير السفر هنا نوبة موجبة ومكانش إذن بالقدح معناتها يحجز هذا النوبة معناتها يشير مثل قطعة مفتوح معناتها يمرش تيار وهنا شرطين متحقين معناتها هنا المقداح النبضة يبعثها للحمولة المقداح لو كانت تجمعه مع بعض وش تمدلك تمدلك إشارة الدخول حيا لو كانت تجمعه هذه الإشارة مع هذه إشارة تمدلك إشارة الدخول هذه هي طرق اللي نرسم بها الإشارات من بعدها جماعك يجيك الأسئلة في البكالورية مش شرط راح يمدلك إشارة كامل انت وش ترسم هذا كامل ومن بعدها شو طلب منها إذا طلب منك التوطب بين الطرف الحمولة انقل من المحاولات إلى وثيقة الإجابة إذا طلب منك إشارة تتية بين الطرف المقدة انقل من المحاولات الوثيقة للإجابة وأحتلقى كل شي سهل إذن هذه هي الطريقة لنرسم بها الإشارات للتقويم أحادي النوبة متحكم فيه من بعدها جماع نرسم القيمة الأعظمية بين التوطب بين الطرف الحمولة عذرا هنا نسميها إماكس إذن هذه القيمة الأعظمية إذا كانت ثنائية مثالية إذن إماكس تساوي فيماكس تاعت وتر الدخول وإذا كان تيرستور حقيقي ما عنده توطر العتبة عنده توطر صغير إذن هذه إماكس ماذا تساوي تساوي فيماكس تاعت وتاعت الدخول ناقص فيزيرو توطر العتبة تاعت المقدة نفس الطريقة كأنتيار الأعظمي إماكس بعدما كملنا هذو جماعة حاب نتحكم في زاوية القدح رح نزيد فيها ونقص فيها شتو هذه ألفا هذه ألفا نقدر نقص فيها ونزيد فيها هذه نسمة تقوي متحكم فيه كلما نزيد الألفا تبدل توطر وكلما نقص ألفا ينقص توطر هيا ركز معي منه شوفوا نزيد وكننقص إذن ركز معي منه شوفوا هنا توطر تاعة الحمولة جماعة شوف شوف ندير أول حاجة وشوف ندير بديت النقص في زاوية القدح شوفوا النبضات شوفوا معي منه إذن الحمولة هنا وش وصلت لها وصلت لها النبضة كاملة كلما نقص زاوية القدح توطر وش يصير له يزيد إذن شوف نقول علاقة أكسية ما بين زاوية القدح والنبضة تاعة الحمولة كلما نقص زاوية القدح يزيد توطر تزيد النوبة وكلما نزيد زاوية القدح شوفوا معي منه كلما نزيد زاوية القدح شوفوا ما يصير هذي شوفوا معي منه مش راكم تلاحظوها بدأت تنقص 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 حتى توطر شي ولي يساوي يساوي زير بين طرفي الحمولة إذن كلما يزيد القدح كلما تزيد زاوية القدح ينقص توطر من قصة توطر حتى يولي يساوي زيرا وكتنين يساوي زيرا لما زاويت القدح تساوي مية وثمانين درجة. اذا اقل قيمة للتوطر بين طرفي الحمولة لما زاويت القدح تساوي مية وثمانين درجة. واكبر قيمة للتوطر بين طرفي الحمولة كما كنت لاحظوا لما زاويت القدح وش تساوي تساوي صفر درجة. نهالي تولي زاويت القدح تساوي صفر درجة. المقدح يقول ويش يولي كيفي? يبله كيفي ديار. 잊ا اذا كان مقدح زاوية القدح التساوي الصفر يولي يوكي ديار. واذا كان زاوية القدح تساوي مية وثمانين درجة. هنا الحمولة ما يوصلها إلىединك اشتوتر وهنا واش نقول اونش نقول يلد المقدح يمثل قاطعة ومفتوحة عند زاوية القدح مية وثمانين درجة. وكما كنت لاحظو ونزيد وننقص زاوية القدح مع انها نقضيه فيه التوتر. ونقضيه نقص التوتر بين طرفي الحمولة على هذه السماوه تقويم. سماوه تقويم مراقب ولا متحكم في انطلاقا من زاوية القدح. وكما شفتوا زاوية القدح محصورة ما بين درجة صفر الى 180 درجة. وهنا يجمع وصلنا نهاية الحصة وعرفنا طريقة رسم الاشارات لتقويم احادي النوبة. وهنا تلاميذ الاعزاء. كملنا حصة رقم سبعة وخمسين. عرفنا مبدأ عمل تحت تيري ستور. وعرفنا كيف نرسم الاشارات سواء اشارات بين طرفي الحمولة ولا اشارة بين طرفي المقداح. الحصة القادمة ان شاء الله راح نتعلم كيف نرسم الاشارات تعال الحمولة وتعال مقداح لتقويم ثنائي النوبة متحكم فيه. وهنا يوصلنا نهاية الحصة وما بقى علي ينقلكم غير سلام. اشتركوا في القناة